السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو وشكرا لكم اقتربت أزمة الدولية المغربية عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق الاتحاد السعودي من الانتهاء بعد تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم وحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن شكوى نادي النصر ضد حمد الله وصلت إلى غرفة فض المنازعات فيفا وسيصدر الحكم في القضية الأسبوع المقبل بعد أن تأخر النطق فيها لمدة تتأثر وأوردت الصحيفة ذاتها أن النصر يطالب بدفع قيمة 9.5 مليون يورو المتبقية من عقده في الموسم الماضي إضافة إلى تعويض يصل إلى نحو 5.5 مليون يورو فيما يتطلع الحمد الله للحصول على مبلغ 8.8 مليون يورو كمكافآت لم تسدد له وكذا قيمة ما تبقى من عقده إلى جانب المطالبة بدفع 20 مليون يورو كقيمة للشرط الجزائي قبل أن يتم تخفيض المبلغ بعد توصيات الفريق القانونية وأضافت أن هذه الأزمة بين النصر والمهاجم المغربي وفريقه الحالي الاتحاد السعودي مختلفة عن قضية التسجيلات الصوتية بين حمد الله وحامد البلوي المدير التنفيذي في نادي الاتحاد والتي سيتم اللجوء فيها إلى محكمة التحكيم الدولية الطاس وكان النصر قد فسخ عقد حمد الله سنة 2021 وقال في بلاغ له إن السبب وراء هذا القرار قانوني ومشروع ويأتي حسب لوائح الاتحاد الدولي لكوات القانون فيفا مشيرا إلى أنه يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المتلتب على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة ولعب حمد الله ما الاتحاد هذا الموسم خمسة عشر مباراة في الدولي السعودي وكأس الخادم حرمين الشريفين سجل فيها خمسة عشر هدفا وكان حاسما فيه هدف واحد ترجمة نانسي قنقر